سبقوا أنه وهنم بالعام الماضي بأنه لا يوجد في النظرية الاقتصادية ولا في المالية العامة شيء اسمه موازنة ثلاثية أحد مبادئ الموازنة العامة هو سنوية الموازنة هي وثيقة مالية تتعلق بتقدير النفقات العامة والإرادات العامة لمدة سنة لأنه هذا التقدير حتى يكون دقيق ينبغي أن لا يعبر مدة السنة وهذا معمول به في كل العالم لكن جاءوا لنا بما يسمى بالموازنة الثلاثية وقالوا لنا بأنه معنى الموازنة سيستمر الصرف حتى لو انتهت السنة المالية لكن ما حصل هو العكس انتهت السنة المالية وتوقف الصرف في كل المحافظات العراقية ابتداء من 1-1-2024 وكأنما هي الجداول تعني موازنة جديدة هذه الموازنة أعتقد أنها الأكثر جدلا في العراق هي الأكبر في تاريخ العراق 211 تريليون دينار يعني 161 مليار دولار العجز بها خطير هو نفس مستوى العجز عام 2023 64 تريليون دينار ما تغير لكن اللي تغير أنه في موازنة 2023 أكو رصيد مدور أكو فائض مدور بحزاب وزارة المالية من عام 2022 تم تدويره إلى عام 2023 هذا الرصيد يبلغ 23 تريليون دينار لكن في موازنة 2024 تلاحظ منه هذا الرصيد قد انخفض إلى مليار وخمسمية وواحد وسبعين تريليون وخمسمية وواحد وسبعين مليار دينار بمعنى أن معظم العجز اللي يحصل اليوم حقيقي هذه الموازنة سوف يتم تزديدها من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي 33 تريليون دينار قروض داخلية وسندات و13 تريليون دينار قروض خارجية وحتى المبلغ المتلقي نلاحظ المبلغ المتلقي جاي من 16 تريليون دينار من توقع بارتفاع سعار النفط هي الموازنة بنيت على 70 دولار وصادرات 3 ملايين ونص لكن فجوة العجز يتوقعون بأن سعر النفط سيصل إلى 83 دولار وبالتالي سيستخدمون هذه الأموال في تزديد فجوة العجز هذه طرعا طريقة جديدة في ابتداء الموازنات لأنه المفروض سانع القرار الاقتصادي إذا يتوقع أن سعار النفط سيصل 83 ينبغي أن يثبتها فقرة الإيرادات النفطية لكن يبدو لي بأن الموضوع يتعلق بالنسبة بمعنى أن الموازنة بهذا الشكل 82% إيرادات نفطية و18% إيرادات غير نفطية لكن لو تم تحويل 16 تريليون سوف تصبح الموازنة 90% تقريبا إيرادات نفطية و10% إيرادات غير نفطية وهذا طبعا غير مقبول وغير منطقي ولا ينسجم مع المسعى الرسمي المسعى الحكومة الهادف إلى زيادة التنوع في الاقتصاد العراقي هناك مبالغة ليس في حجم النفقات حجم النفقات نعرف أنه كل سنة كل موازنة 3-4 حلوة الإنفاق التشغيلي وربعة حلوة الإنفاق الاستثماري لكن عمليا بالتنفيذ الفعلي لاحظ 90% إنفاق تشغيلي و10% إنفاق استثمار لكن الإيرادات غير نفطية جرى تضخيمها أيضا بشكل كبير بحيث وصلت إلى 27 تريليون دينار وهي أقصى ما وصلت إلى الإيرادات غير نفطية أقل من 10 تريليون دينار في عام 2023 وحتى في الربع الأول من هذا العام لم تصل إلى أكثر من 3.5 تريليون دينار ولذلك نحن على اعتاب عجز حقيقي سوف يفاقم من مشكلة المديونية بالعراق وخاصة بالدين الداخلي اللي يبلغ حاليا 79 تريليون دينار وسيأثر لنا أيضا دين خارجي جديد لأن الإيرادات النفطية والإيرادات كل الإيرادات العامة التي هي 147 تريليون دينار لا تكفي لوحدها لتغطية النفقات التشغيلية النفقات التشغيلية 156 مليار دينار و656 تريليون دينار وبالتالي نحن نحن نعلم مشكلة حقيقية بهذه الموازنة إنفاق كبير لا يتناسب مع حجم الإيرادات الدولة